عادت الحركة إلى مدينة جنين وسط الأنقاض بعد انسحاب القوات الإسرائيلية خلال الليل من المدينة ومخيمها بعد عشرة أيام من شن عملية عسكرية فيها وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية قتل ستة وثلاثون فلسطينيا تتراوح أعمارهم بين 13 و82 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية منذ الثامن والعشرين من آبه أظهرت مشاهد جوية مجموعة من الأشخاص وهم يستخدمون الآلات الثقيلة لإزالة الأنقاض في مخيم جنين للاجئين وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة